أكرم توفيق النهاردة كابتاً بعد غابة طول درائك في وجوده أنا شايف إنه هو يعني مش حاسس إنه هو غاب الفترة دي كابتاً النهاردة لا هو لعب راجل يا فروح حتى لما بتتكلم عليه لعب راجل وبيعدي بشكله كرته عليها ما تحسش هو دايماً مشتاء كمان للعب يعني أكرم توفيق زي ما قلت لك هو مكسب كبير على وديته النهاردة إنه مكسب كبير إنه أنت حليلك مشاكل كتير جداً إنه هو بيلعب بك يمين وساعات إنه أنت ممكن تحتاجه في الديفندر ممكن إحنا اتكلمنا كتير واقف الحتة بتاعت الديفندر دي كويس جداً وبتحرك وعمل بطولة كبيرة جداً وإحنا أشدنا بيه يمكن يبقى من أحسن الديفندرات اللي موجودة في مصر يعني أكرم توفيق يحل أو أي مدير فني يتمناه إنه هو لعب راجل وتتخيل نهو يبقى النهاردة بالشكل لا؟ لا أول ما خلقه يعقدوا الثقة فروح إنه برضو إنه أنت بتلعب وبتقدي وراجع من إصابة وإنه أنت مشتاء إنه أنت تلعب وبخصوصاً إنت معندكش الضغط الكبير يعني النهاردة أكرم توفيق برضو بيلعب حتى النهاردة كان بيلعب بثقة وبيطلع الكرة من الرجل يعني حس إنه ما غابش فممكن ديه أداء جيد لكن إنه النهاردة بشكل عامل أداء النهاردة فيه استعواز فيه ترحيل فيه النهاردة تضييق المساحات حتى الكرة لما بتقطع الكرة التانية بتعرف تجيبها اللعيبة بتتحرك بشكل كويس فده اللي إحنا هنشوفه لكن إنت ينقص النهاردة الأهلي بعد الاستعواض في الشيط الأولاني إن إنت بتستعوذ بشكل جيد لكن عاوزة شراسة هجومية إن إنت بقى تجيب جونت تخلص المبارة من بدل وده اللي إحنا بنشوفه في النهاردة السؤال بقى كابتاً بدل إنت شوفته النهاردة هل مش هنشوف في نهاردة نفس الشكل اللي إحنا شوفنا إنه مصنفاتت في نهايته؟ أبداً مش هتكارر تاني لأنه واضح من الروح اللي موجودة عند اللعبين في الأداء حتى بيتكلموا مع بعض آه ممكن يكون فيه لعبة بتلعب سكة زيادة عن الزوج ممكن تقول النهاردة يبقى موجود ياسر إبرايم جنب محمود المتولي محمود المتولي بيعرفين إله كورة بس بتعيب عليه إنه بيلعب الكورة الطويلة على طول اللي هلعب الكورة الطويلة هيبقى في رجل اللعب خلي بالك دي ممكن تكون تعليمات برضو لكن أنا برضو يا كابت إنه أنت عارف اللعب اللي تحت أو الرجل السيردباك أو اللي برو أنا بحط الكورة في رجل الراجل اللي كان بتلعب على الطويلة على حسب المدرب بقى لأ هم قفلين كمان يا كابتن على حسب المدرب ممكن يقول لك إيه؟ أول ما تمسو الكورة يا حودة حط مثلا لشادة حسين بس أنا بابقى شايف الحتة الفاضية بلعب على الاطراف يا كابتن هو ممكن تلعب على شادة حسين في رجله إنه أنت بحد بيكمل بعديه إنه هو بيبقى محطة بيستنى لما شادة مثلا أحمد عبادر أو صافيو أو بالشرط المين إحنا بنقول إنه هي دي بتبقى ممكن تعليمات إنه أنت ما تحتفص بكورة كتير أو اللعب تطويل على الطويل إنما محمود أصلا الميزة اللي عنده إنه هو بيقف على الكورة وبيستلم ويستلم وعزيط لا هو في الأداء بس يا كابتن الرغم الجون اللي جابه وكان عامله كويس لكن أنا بعيب على محمد عب ميناء ولعيب جيد جدا ولعيب منتقى مصري لكن بيلعب مش عايز أقول كلمة يعني إحنا دايما نستردباك على المكان ده بتاعنا فاروق لكن الثقة الزيادة عن اللزوم والكلام والكلام مع العقم أنا رجل أركز في تسانية عارف بتقطع إمتى وعارف بتسك إمتى وعارف بتقص إمتى على فكرة دي نصيحة دي نصيحة يا فاروق يعني إحنا ما تزيدش بس عن كده يعني ما تزودهاش عن كده لا إن نرفزة إن نرفزة وإن أنت ما تقطع كرة وتحسب عليك فاول وتقعد خلي بالك والحكام بتاخد باله من الحاجات دي حتى في الدور المصري أو أفريقي إن الحكام بتاخد باله من اللعب ده عصبي أو ممكن يعمل مشكلة مش ركز في الموراه إرجع عيمسك الرجل بتاعك وبتده أشتغل لكن هو اللعب جايد لغم الهدف اللي هو جابه وهدف كسب النادل آلي وقعد سكتير شفت بقى إحنا ما النهار ده نوش